اشتركوا في القناة المنظمة بمناسبة احتفال الأمم المتحدة بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقد ألقى سعادة وزير الخارجية في الاجتماع كلمة أكد فيها أنه في ظل استمرار وطيرة الحرب الشريسة والمدمرة على قطاع غزة ومعاناة سكان المدنيين معاناة لا يمكن تصورها والانتهاكات المتواصلة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وكافة القيم والمبادئ الإنسانية بشكل يومي بات على المجتمع الدولي أن يكثف جهوده ويفي بمسؤولياته والتزاماته القانونية والأخلاقية للتدخل الفوري لوقف هذه الحرب الوحشية في قطاع غزة ووضع حد نهائي لهذه المأساة الإنسانية المؤلمة التي تتكشف أمام مسمع ومرأة العالم أجمع وقال سعادته إن مملكة البحرين أكدت دائما وقوفها ومساندتها لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وتقف بثبات في دعوتها إلى الوقف الفوري لإطلاق النار ووقف جميع العمليات العسكرية في قطاع غزة وتوفير الحماية للمدنيين الأبرياء والإفراج عن جميع الرهائن والمحتجزين مشددا على ضرورة وقف قتل الفلسطينيين جوعا وعطشا وبانعدام الدواء وانتشار الأوبئة وأضاف سعادة وزير الخارجية أن مملكة البحرين في هذا المحفل الدولي تطالب المجتمع الدولي بالتحرك السريع لإنهاء هذه الكريثة الإنسانية فورا ورفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة وفتح الممرات الإنسانية وتسهيل تدفق المساعدات الحيوية بما في ذلك الإمدادات الطبية والغذاء والماء والوقود والكهرباء إلى أهالي قطاع غزة دون عوائق ويجب على إسرائيل التوقف عن استهداف الأحياء السكنية والمنشآت الصحية والتعليمية والاجتماعية ودور العبادة والبنى التحتية الحيوية كما يجب أن تتوقف محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من مساكنهم وأرضهم احتراما للمنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وقال سعادة وزير الخارجية إن مملكة البحرين تؤكد أن الأمن والاستقرار الدائمين في منطقة الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال ضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني فلابد من إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية مشددا على أن حل الدولتين الذي أقرته الشرعية الدولية يمهد الطريق أمام سلام عادل وشامل يحقق الاستقرار المستدام لشعوب المنطقة ودعا سعادة وزير الخارجية إلى توحيد جهود المجتمع الدولي التزاما بالعدالة والكرامة الإنسانية وإلى اتخاذ إجراءات إنسانية جريئة لإنهاء المعاناة في قطاع غزة بشكل فوري مشيرا إلى أن شعوب العالم تتطلع إلى أن يرتقي المجتمع الدولي إلى مستوى الحدث مؤكدا أن المجتمع الدولي لديه القدرة على تحقيق مستقبل أكثر إشراقا وسلاما للشعب الفلسطيني والشرق الأوسط بأكمله ترجمة نانسي قنقر